السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم عامليني اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله حليب الشوفان اه لو انت اول مرة تسمع عن حليب الشوفان اه لأ فعلا هو في حاجة اسمع حليب الشوفان زي ما في حاجة اسمع حليب اللوز وفي زي ما في حاجة اسمع حليب البندق اه الفكرة ازاي الشوفان بيبقى ليه لبن يعني لبن شوفان ازاي؟ هقولك الفكرة اول حاجة ان الشوفان بيتجاب وبيتحط في مية مع خلاط وبيتدربه كده لمدة حوالي 30 ديئة كل شوية تقعد تدوس على المجبس بتاع الخلاط كده لحد ما يبقى كله خلطبيطة بالسلسة كده ليه يبقى كله ابيض في ابيض كده وبعد كده تجيب حدة قماشة وتصب الشوفان ده في القماشة ليه القماشة اللي تبقى الخرمة صغيرة دي والقطع الصغيرة تلزق في القماشة وينزل السائل اللي موجود او اللبن بتاع الشوفان ايه اللي انا جاي اتكلم فيه موضوع حلوى بوص اقول لك على حاجة كنت معدي في سوبر ماركت وجبت اللي هو اوت ملك انا ما عاشر عشان بتصور بكاميرا امامية فالكلام بيبقى عجي معكوس اوت ملك حليب الشوفان من شركة يعني من دبن الشركات الكويسة جبه المهم اللي انا اتصدمت بعد ماشتريت العلبة لقيت علبة حليب الشوفان بـ 75 جنيه انت مش متخيل اقل علبة حليب الشوفان اللي هي وقل اللتر الواحد بـ 62-65 جنيه احنا في سنة 2022 فالموضوع اصار الجدل شوية فقلت يعني حليب الشوفان وبعد ماشتريت طبعا يعني الموضوع كان غريب شوية يعني ازاي ده يبقى اعلى يعني ممكن اجيب منه مثلا كم كيلو لابن فالفكرة ان حليب الشوفان بقى لما عدت ادور عليه والموضوع ده وكمان تقدر تعمله في البيت بيبقى احسن بكتير وكمان ارخص بكتير الفكرة ان حليب الشوفان اولا اولا دي مبدئيا كده الناس اللي عندها حاسية من اللاكتوز حوالي 80% في العالم الناس كلها يعتبر او معظمهم عندهم اللاكتوز لابن سادا بيبتدي وجعلك بطنك لا الحليب الشوفان مفيه او اي حليب غير الالبان المشتقى يعني مشتقات الالبان اللي هي جاء بقى مبقر وجموس وكلام ده بتوجع البطن اي بقى حاجة غيرهم يعني البطن ما بتوجعش بطن ولا حاجة ثانيا سعراتهم قليلة جدا سعرات حليب الشوفان ده قليلة جدا المية مل بتاعه فيه 39 سعر تسعة وتلاتين سعر يعني لا تسكر لا تسكر بشيء كمان حليب الشوفان غني بالفيتامينات يعني عنده البي كومبلكس البي كومبلكس ده اللي هو فيتامين بي البي كومبلكس ده اللي هو بيكسر نشويات في الجسم وبيمد الجسم بالطاقة وكمان فيتامين بي للاعصاب يعني الاعصاب كمان بيقوي العظم العظم اللي هو فيه ماغنيسيوم وكالسيوم فبيقوي العظم تاني حاجة بيقوي القلب لان هو بيقلل من الدي ال اللي هو الكوليسترول الدار فالموضوع حلو قوي ويعني مش عايز اقول لك الموضوع عجبني جدا ان انا هعمله في البيت يعني انا يعني اللي جاب فكرة الفيديو ده ان انا اتكلم عن حليب الشوفان ان انا اشتريت العلبة دي ايه ده ازاي علبة ب 75 جنيه وازاي يعني ايه الغلو اللي في الموضوع اكتشفت ان الموضوع اسهل ما يمكن انت لو دخلت على اليوتيوب وكتبت كيفية صناعة حليب الشوفان او كتبت حليب الشوفان وخلاص هتلاقي اكتر من كذا فيديو في الاول كده يقولك صناعة حليب الشوفان في البيت وازاي يعني تعمله في البيت وتعمله بكسرة وهكذا اه الشوفان مهم اه الشوفان مهم عنده الياف اللي كمان فيه الياف الياف اللي هي ايه يعني بعد ما تشربه بتحس بشبع لفترة طويلة شوية اه الشوفان حلو كمان لانقاص الوزن لان زي ما انا قلت لك ان انا يعني انا ممكن كده كده اشربه يعني او بص حتى ان هو القيمة الغذائية بتاعته 39 يعني من الاسف الكلام بيبقى جاي معكوس بيبقى يعني انا باجي بص على الحاجة بتاعته وعنده كمان هو اللي هو اللي هو طبعا دهون قليلا وفيه كالسيوم وفيه كالسيوم وطبعا زي ما انا قلت لك الكالسيوم والماغنيسيوم عشان العضم وفيه بي تو بي تويلف ودي اللي هو فيتامين دال عشان برضو العضم آآ اللي هو طبعا فيه الياف اللي هو اللي هو لاكتوز ده اللي هو مفوش لاكتوز بصراحة فكرة حلوة انا بقيت اشربه يعني طبعا اخلص العلبة طبعا من 75 جنيه طبعا بس انا ان شاء الله ان شاء الله هعمله في البيت الموضوع فعلا فعلا حلو آآ يستحق اللي انت تشربه اه يستحق اللي انت تشربه احسن بكتير او لان انا للاسف باشرب اللبن اه انا بستحمل وجع لي يعني بستحمله عادي لكن اه مش متقبله عارف انت اللي هو ايه ما عنديش التقبل بتاع اللي انا اشرب لبن بس لازم اكسره بحاجة يعني لازم اشربه على قهوة على شاي لكن ده لا ممكن يعني انا اول ما اجبته روح تشارب شوية على طبعا فيا يستحق اه لا يعني تدي له فرصة اه تدي له فرصة اللي انت تشربه اه تشربه اه تشربه تعمله في البيت اه تعمله في البيت يعني انت ب75 جنيه لا انا بجيب كيلو شوفان بحوالي تلاتين جنيه اه من اي عطار بتلاتين جنيه وتعمل بس بقى اللي هو الفكرة بتاعته ان انت تجيب اه كوباية شوفان على اربع كوباية مية وتضربهم في الخلاط وبعد كده اه يعني هيبقى في كطع صغيرة تصفيها في شاشة الموضوع كده خلص وتسيبه حوالي يومين ثلاثة في التلاجة وخلاص فبجد استحق اه لا استحق اه اه احسن من اللبن العادي اه انا في نظري انا انه احسن من اللبن العادي افضل من اللبن العادي لان اللبن العادي بيوجع البطن وكمان ده تقدر تعمله في البيت يعني احسن من اللبن العادي تقدر تعمله في البيت وكمان غني بالفيتامينات وكما اللبن العادي انت بتجيبه من البقال او متجيبه من البقال او اللبان اللي تحتيك ما بيبقاش غني بالفيتامينات وبيبقى غني بالحاجات ده كلها عشان بيبقى شاله كل حاجات فيها وبيبقى قليل من الحاجات دي اما الشوفان بيبقى افضل بكتير فأتمنى انتو تجربوا حليب الشوفان بجد والله انا بكلم جد فعلا يعني انا بكلمك حتى بلبس الرياضة لان انا جاي هاجي بعمله اهضل واشربه واخده مع البروتين بصراحة فعلا فكرة حلو اوي واتمنى ان انتو تستفيدوا واتمنى ان انتو عملوه ويعني لو عملتو قدولي في الكومنتات لو ما عملتوش مفيش مشكلة برضو يعني انا بحبكو برضو فاتمنى متنساش تعمل لايك وتشترك معي في القناة لان انا فعلا فعلا محتاج دعمكم لان 85% اللي بتفرجوا عليها دلوقتي حالا ما بيعملوش لايك ولا مشتركوا معي في القناة فاتمنى تشتركوا معي في القناة لان فعلا محتاج دعمكم شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسيني من قناة سرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته